بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد أهلا بكم أبناء العزاء في الدرس الثاني من شروط الصلاة أخذنا شروط الصلاة الأولى الثلاثة من يذكرنا بهم؟ نعم الإسلام الشرط الأول الإسلام الشرط الثاني العقل سنتم شرط الثالث التمييز نعم الإسلام والعقل والتمييز ما هو الشرط يا شباب؟ الشرط يكون قبل الصلاة شروط الصلاة الشرط يكون التصف به يكون عليه المسلم قبل الصلاة ويستمر معه حتى نهاية الصلاة مثل الوضوء يشترت عليه الوضوء قبل الصلاة ويظل متوضعا حتى ينتهي من الصلاة فإذا انتقض الوضوء في الصلاة فسدت صلاة كذلك العاقل يصلي لقدر الله لو أنه أصيب بجنون داخل الصلاة تفسد صلاتهم كل الشروط التسعة على هذا الحال تكون تتصف بها قبل الصلاة وتستمر معك إلى نهاية الصلاة نأخذ اليوم الشرط الرابع تعالوا نعرف الحديث هذا نقرأ الحديث ونستنتج منه الشرط الرابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع نستنتج من هذا الحديث نعم نستنتج الشرط الرابع وهو الوضوء لا يقبل الله الصلاة من أحدنا حتى يتوضع الشرط الرابع هو الوضوء شرط الخامس إزالة النجاسة نقصنا في الوحدة الأولى إزالة النجاسة النجاسة عن أو إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء البدن الثوب الذي نصلي فيه المكان الذي نصلي فيه شرط السادس هو أتر العورة في هذه القصة سلمان أراد أن يصلي وكان يرتدي ملابس فوق الركبة فقال له أبوه لقد أخطأت بلبس هذا اللباس ثم إنك أخذلت بشرط من شروط الصلاة فقال سليمان ما هو يا أبي العزيز قال الأب إنما لابسك يا بني لا تغطي العورة ومن شروط الصلاة ستر العورة للرجل والمرأة قال سليمان وما عورة الرجل والمرأة في الصلاة فأجابه أبوه عورة الرجل في الصلاة في السرة إلى الركبة عورة الرجل من سرته إلى ركبته لا يظهر شيء منهم في الصلاة إذا صليت وركبتك ظاهرة سواء كنت وأنت واقف أو أنت ساجد أو أنت راكع فصلاتك باطلة إذا يجب عليك أن تصلي كما هو موضح في الصورة في ثوب أو في منطال طويل من السرة إلى الركبة هذه عورة في الصلاة يعني لو أن أحدنا عطى من سرته إلى ركباته والباقي ظاهر كتفه ظاهر لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن الرجل يصلي ويظهر عاتقه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في التوب وليس على عاتقه منه شيء قال لابد أن تستر جسمك تلبس التوب الذي هو معتاد عندنا وتستر به عورتك وتتزين عند الصلاة قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد يعني وأنت ذاهب إلى الصلاة في كل سجود تزين والبس أحسن ثيابك لأنك تقف بين يدي الله عز وجل ما عورة المرأة عورة المرأة في الصلاة كلها عورة لا يظهر منها شيء في الصلاة ما عدا الوجه والكفين بس وجهها وكفيها إلا إذا كانت عند رجال أجانب تغطي وجهها وكفيها حتى لا يراها أحد ما ذكرنا بنواقض الوضوء نواقض الوضوء هي نعم خروج أي شيء من السبيلين من مخرج البولة أو الغائط أو خروج البولة أو خروج الغائط خروج الريح خروج دم كل هذا ينقض الوضوء نعم النوم أيضا أكل لحوم الجمال نعم أكل لحوم الإبل بارك الله فيكم انتهينا من الدرس هذا نلتخي إن شاء الله في شروط الصلاة رقم ثلاثة في الحصة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته